تابع وزير الإسكان عاصم الجزار تطورات العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة الذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي وأوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من واجهات 75 عمارة بالكامل وجار العمل في عمرتين بجانب رفع كفاءة المسجد الجامع القائم بالمنطقة كما شمل الموقف التنفيذي للمشروع الانتهاء من منطقة الأولى مشيرا إلى أنه جار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالمنطقة